تأهل منتخب الأرجنتيني لنهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد تغلبه على مستظيف البطولة المنتخب الأمريكي بأربعة هداف من دون مقابلة أحرز زيكيلا فيتسيزي الهدف الأول ليتألق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أصبح الهدف التاريخي للمنتخب بعد تسجيل الهدف الثاني من ركلة حرة في دقيقة 32 ليرفع بهذا رصيده إلى 55 هدفا في 112 مباراة واشتاز بهذا رقم مواطني جابرييل باتستوتا الذي أحرز 54 هدفا في 78 مباراة مع بلاده ليسجل جونزالا هويجوين الهدف الثالث بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني واختتم الرباعية قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي وبعد التفوق التام على أصحاب الأرض في النسخة المئوية لكوبا أمريكا ستلعب الأرجنتين في النهائي مع تشيلي حاملة اللقب أو كولومبيا بحثا عن إحراز اللقب لأول مرة منذ عام 1993 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا